مرحبا جميعا و اهلا و سهلا فيكم بفيديو جديد بالبداية بحب اني عيد الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك ان شاء الله بنعيد عليكم بالصحة والعافية وعلى الجميع بالخير وبعتذر طبعا على الفترة هادي اللي طولت عليكم فيها مع انه في كتير من الاصدقاء والمتابعين ومشكورين كانوا عم بتواصلوا معي بشكل دائم بس كان في شوي ظروف عمل وصفر هي لشوي المناعتنا نكون متابعين على القنال وهلا ان شاء الله جانا معكم فيديوهات جديدة بشرحات شوي عن الرولند اي اي سيفن قدر الامكان بالاشي اللي احنا بنعرف اصرنا عن الجهاز اليوم لح نحكي عن موضوع كتير مهم واللي انطرح ونسأل من قبل كتير من الاشخاص كيف منعمل باك اوب وكيف منعمل رستور للبروغرامات الموجودة عنا على الورج قبل ما نبدأ بهذا البرنامج او بهذا الحلقة اليوم بتمنى اذا عبهمكم انكم تابوا دائما معي على القناة انكم تعملوا سبسكرايب وفولو حتى دائما يوصلكم كل جديد فبالمبدأ اذا بدنا نعمل اي باك اوب او اي رستور هي بالمبدأ نفس الفكرة قبل ما نعمل اي باك اوب او رستور خلانا اشرح نحنا شوي شو معنات باك اوب دائما الباك اوب اللي بيكون موجودة عندي هو عبارة عن البروغرام او الست الكامل متكامل اللي حينزل على الجهاز فهي بطريقة غير مباشرة مثل اني انا عم بعمل اعادة برمجي للجهاز عبشيل البروغرام القديم وبنزل علي بروغرام جديد والجديد بالذكر انه دايما بس ننزل اي باك اوب دائما حيمحي القديم يعني كل شي موجود عندك على الجهاز حيروح وهينزل علي البروغرام الجديد لهيدا السبب منلجأ نحنا دايما لانه نعمل باك اوب خاص فينا يعني نحنا نحفظ البرنامج الموجود عندي على الجهاز بحفظه بمكان معين عندي بطريقة معينة اني حافظه فيها حتى لما اضطر اني ارجع له قادر اني ارجع له باي وقت تمام فهلا خنشرح بالاول كيف بتتم العملية وحنجح ننتقل نحنا على الجهاز حتى نشو كيف منطبقه بالظبط ماشي فهلا حنبدأ بالمبدأ على الور على عفوا على اللابتوب بالمبدأ انا حيكون عندي هلا في الفولدرين مفتوحين اول فولدر اللي هو فيه علي اللي هو اليو اس بي وطبعا الفولدر التاني هو اي مكان انا عندي فيه البرنامج الباك اوب اللي انا بدي اشتغل عليه هلا اذا لاحظتوا على اليو اس بي دايما هايدي هي الفولدرات او المجلدات الرئيسية دايما ممكن تلقوها بس تعملوا الفورمات لليو اس بي على الاورج بمجرد ما انتو تعملوا فورمات لليو اس بي من خلال الجهاز من خلال الاورج هيصير عنكن كل هوضي الفولدرات باستثناء الباك اوب الباك اوب بيتم وجوده بمجرد ما تعمل اول مرة انت باك اوب للبرنامج تبعك من الجهاز على الفلاشي او على اليو اس بي ساتا بيوجد عنا الفولدر اللي هو اسمه باك اوب تمام هلا الباك اوب شو بيتخلل عادة الباك اوب برضو بيتخلل ثلاثة فولدرات رئيسية في شي اسمه الساوند في السستم واليو دي اس كي هلا اليو دي اس كي هتلاقوا جواتو الستايلز اليو بي اسز والقصص اللي انتو محافظينة عنكن على الجهاز واللي هو هيعمل لك كوبي وينسخة من الجهاز بالباك اوب اللي انتو بتكنية تمام ففردا انا هلا عندي برنامج معين حابب اني نزله انا على الاورج عندي فانا مثلا هوني حتلاحظوا في عندي اكتر من باك اوب انا مسميهن هلا الباك اوب انا حططلون ديتز بنائا على كم مرة انا عملت باك اوب لشغلي حتى اتذكر انا انت بدي ارجع للبرنامج تبعي وباي تاريخ في نقطة كتير مهمة لما بكن تنقلوا هيدا الباك اوب على الفلاشة هاضي التواريخ مش لازم تكون موجودة لازم تكون دائما بنفس الصياغة هيدا هي بس باك اوب كلمة لوحدة بدون اي شي تامعها لا نقطة لا فاصلة لا اكستنشن ولا اي شي تمام فانتو اللي فيكن تعملوا انه مجرد ما يكون عندكم فولدر موجود كباك اوب تفتحوا الفولدر هيدا بتمحوا الموجودة عندكم وبتعملوا كوبي للتفاصيل الموجودة عندكم جوا هوني بس تنقلوها من اي بروغرام اللي انتو عندكم على الفلاشة بفولدر الباك اوب صار البروغرام الجديد موجود عندكم على الفلاش تمام بس تصير عندكم على الفلاشة او على اليو اس بي صار جاهز البروغرام للتحميل جوز دولة الذكر برضو انه انتو فيكن تضيفوا اشياتين خارجية تخلوها عندكم احتياطا يعني مثلا ستايلز فيكن ليكوا انا كم فولدر عندي الستايلات فاذا عنكن اي ستايلات اجبتكم من بره ممكن تنزلوها لوحدة ونحنا كنا عرضنا كمان سابقا بفيديوهات كيف مننزل الستايلز حتى لليو بي اس 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 اذا انتو حبين لليو بي اس 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 كمان فيكن ضيفوا يو بي اس 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 وتخلوها عندكم هلأ لحنا ننتقل للأورك حتى نشوف كيف نعمل الباك اوب وكيف نعمل ريستور وشو الفرق بيناتهم طيب نحنا هلأ موجودين عند الجهاز طبعا شبكنا نحنا اليو اس بي بمدخل اليو اس بي بالجهاز كيف يعمل باك اوب وكيف يعمل ريستور خليني اشرح سريعا شو الفرق بين الاتنين الباك اوب هي انا لما بحمل او باخد كل البروغرام اللي عندي على الجهاز وبحفظه على الفلاشي او على اليو اس بي الريستور هو لما انا بنزل اي بروغرام خارجي من الفلاش او اليو اس بي على الجهاز تمام فنحنا لما بدأنا الفيديو شرحنا انه انا نقلت البروغرام او الباك اوب نقلته على الفلاشي فكيف اذا بدي نزله انا على الجهاز منين منفوت منفوت على شي اسمه منيو مندخل على المنيو من هون تحت الصفحة التاني في شي اسمه عنا يوتيلتي مندخل على اليوتيلتي اذا لاحظته في عنا شي اسمه باك اوب وفي شي عنا اسمه ريستور تمام هلا انا ما لاحق اضغط عليه هون حتى بس ما نغير السيتنجز طبع الورج عندي لانه هي بمجرد بس كبسة زر لا اكتر ولا اقل اذا انا عندي برنامج موجود على الفلاشي بس اكبس ريستور هيجيني ميسج انه هل انت عاوز تنزل البروغرام على الجهاز بحطله ياس او اكسيكيوت هيبدأ يعطيني انا انه عبيعمل اكسيكيوتينج وينزل البروغرام على الجهاز اول ما يخلص البروغرام ونزله بالكامل هيطلب منك انك تطفي الجهاز وترجع تشغله من اول وجديد ساعتها بيكون نزل البروغرام عندك اذا بدنا نعمل العكس تمام بيطلب من اذا انا هلأ بدي احفظ البروغرام اللي عندي على الفلاشي بعمل باك اوب بيكبس على باك اوب وبختار له برضو حياتيني رسالة هل بدي اعمل باك اوب بقول له نعم ياس وبيبدأ بنسخ الجهاز او نسخ كل البروغرام اللي عندي على الجهاز على الفلاشي في نقطة اخيرة لازم ان الفتلكون نظركن عليها اذا عبتعملوا باك اوب من الجهاز على الفلاش ضروري يكون فولدر الباك اوب فاضي من جوه يعني الثلاث فولدرات الرئيسية اللي كانت موجودة ما تخلوها موجودة فانا بنصحكم دائما قبل ما تعملوا باك اوب لعندكن عملوا كوبي للباك اوب القديم عندكن على لابتوب سموه اي تسمية بدكن ياها الغوا الفولدر طبع الباك اوب كليا وبس تحطوا انتوا على تحطوا الفلاشي تجدوا تشبكوها بالأورك وتعملوا باك اوب دغري هو تلقائيا حيعمل فولدر من اول وجديد اسمه باك اوب ويحط كل التفاصيل فيها بتمنى ان يكون بها الطريقة هاي دي شرحت لكم العملية ويكون الكل استفاد مننا ويعطيكم الف عافي وبركاته ان تابعونا على القناة thank you so much